بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سامارة محمد الجوال من درس لغة الإنجليزية في ثانية الأقصى الأهلية البنين يوم إن شاء الله نستكمل المحاضرات لصف السادس عددي فصل الدراسي الأول الوحدة الأولى الدرس الثاني بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah we will start Good morning or good evening whenever you watch this video I'm your English teacher سامارة محمد جوال Welcome to our lectures for 6th preparatory, 1st term Unit 1, lesson 2 The title is I was ice skating and I fell over So let's start Open your books on page 7 in student book صفحة 7 من كتاب الطالب And we have 3 pages The last صفحة in activity book 4, 5 and 6 As we see we have a conversation in this page أدنا محادثة في هذه الصفحة With missing words كلمات مفقودة المفروض أحنا نكمل أهم ما في هذا الدرس We have grammar grammar يعني قواعد أدنا في صفحة أربع بالactivity book عبارة عن قاعدة راح نوضحها بالتفصيل الممل بالإضافة إلى حل التمارين So pay attention please Page 7 Student book The title As I said I was ice skating and I fell over لاحظ من العنوان إنه جملتين مربوطة بأداة الربط and الجملة الأولى في حالة الماضي المستمر والجملة الثانية في حالة الماضي البسيط عندنا المطلب الأول في هذه الصفحة Discuss ناقش with a partner مع شريك مع صاحب What is happening ما الذي يحدث in each picture في كل صورة من هذه الصور Then بعدها Read the text اقرأ النص النص الموجود أسفل هذه الصور And guess وخمن أو احذر The missing words الكلمات المفقودة We have picture A الصورة A اليارموك hospital accident and emergency اليارموك hospital مستشفى اليارموك accident حادث and emergency طوارق Picture B آيف and we have blank يعني فراغ مكتوب في أسفل الصورة Sit down اجلس Please رجاء I need to take your details أنا أحتاج أن أخذ تفاصيل المعلومات اسم عمر Picture C The Dr. Will blank عادل إذن هذا الشخص اللي موجود في الصور اسمه عادل The Dr. Will مثلا See you سوف يراك Will check your arm عادل ممكن فعدنا كذا خيار المهم بأنه احنا نعرف القصة ونقدر احنا نكمل السنتنس نكمل الجملة Picture D We have a question mark إذن هنا لدينا سؤال الإجابة عننا موجود I was ice skating and I fell over إذن هنا لدينا سألة الدكتور سألة عن الحادث سألة كيف حدث الحادث Picture E Do you think it's broken هل تعتقد إنها مكسورة الإجابة عننا Probably not ربما لا Probably بمعنى ربما Perhaps Perhaps يعني ربما But you need to have an X-ray الأكس راي اللي هي أشعة سينية Picture F قدنا كذلك سؤال والإجابة عننا I'm afraid so أنا أخشى ذلك It's fractured here Fracture أخذناها في الدرس السابق اللي هو المرادف إلى Break Fracture يكسر Break أيضا يكسر Picture G I'm going to put your wrist in a plaster إن الرست إحنا ما أخذهها في الدرس السابق هي الرسور أو المعصم اللي هي المفصل اليد مع الدرع In a plaster البلاستر هنا حاليا مع الفراكتشر مع الكسر تعني الجص اللي هو الجبيرة يعني رح يجبرها فكلمة بلاستر إدها معانيين هي أما لاصخ جروح في حالة الجروح أو في حالة الفراكتشر الكسر يكون جبيرة And the last picture we have six weeks ستة أسابيع فعدنا listening لح نستمع إليه I've hurt my wrist ستة أسابيع ستة أسابيع I need to take your details ستة أسابيع The doctor will see you very soon Adil How did you do it? I was ice skating and I fell over Do you think it's broken? Probably not but you need to have an x-ray to make sure Is it broken? I'm afraid so It's fractured here I'm going to put your wrist in plaster How long will I have to keep it on? Six weeks إذن استمع المحادثة واللي هي موجودة بالأكسرسيز A بالأكسرسيز بالأكسرسيز بوك Practice the dialogue يعني تمرن على هذه المحادثة in pairs على شكل أزواج Then practice it again وتمرن عليها مرة أخرى change غير the words in italic italics اللي هو الكلمات الموجودة بالحرف المائل حرف مائل مثلا I was skating and fell over فهي ممكن نحن نغيرها باقي المحادثة ممكن بأنه تبقى مت نفس الشي المهم بأنه نحن نعرف كيفية المحادثة المعاني اللي لازم تعرفها emergency طوارق لأنه نحن أخذها بغير درس details سفاصيل أو معلومات ice skating ice بمعنى جليد skate بمعنى يتزحلق أصار ice skating التزحلق على الجليد أن الفعل الشاذ fall بمعنى يسقط تصريف الهب الماضي fell والpass participle اللي هو تصريف الثالث للفعل أو اسم المبؤول fallen وهذا من الأفآل المهمة تجي بالفراغات كإملاء وتجي بالقواعد probably ربما اللي هي المرادف إلى perhaps x-ray أشعة سينية ننتقل page 4 صفحة أربعة هذه الملاحظة هي متعلقة بالموضوع الجرامر موضوع القواعد لهذا الدرس past continuous and past simple we can use نستطيع استخدام the past continuous and the past simple نستطيع استخدام الماضي المستمر والماضي البسيط in the same sentence في نفس الجملة نفس الجملة same sentence to show لإظهار أو لعرض that one action واحد من الأفعال أو واحد من الأحداث happened حصل in the middle of another action حصل في منتصف فعل آخر أو حدث آخر إذن الزمن المستمر هو فعل يحدث بالbackground أما past simple اللي هو الحدث البسيط اللي هو يكون أو يسموه interrupted يعني فعل قاطع فالبسيط هو قاطع إلى الزمن المستمر ولكن لنا تم زمنين بالماضي أحدهما في الاستمرارية والثاني في حالة البسيط we use نستطيع استخدام the past continuous الماضي المستمر for the longer action اللي هو بالbackground الحدث المستمر هو يكون الحدث الأطول and the past simple والماضي البسيط for the shorter action للحدث الأقصر I was ice skating and fell over هذا العنوان هو مهم جدا فتلخيص لهذه الملاحظة هو من الممكن استخدام الماضي البسيط والمستمر في نفس الجملة لإظهار حدثا ما وقع في منتصف حدوث الفعل الآخر هذه ترجمة لهذه المقولة لأن الملاحظة الثانية we often use نحن غالبا ما نستعمل while and as هذه أدوات الربط with the past continuous مع الحدث المستمر while أو as بعد هيجي حدث مستمر الجملة الثانية تكون الماضي البسيط لسه رح وضحها أكثر الملاحظة الأخيرة we often غالبا use when or and هذه أدوات الربط when and with the past simple إذن الجملة اللاحقة للwhen والand هو بالبسيط أما الجملة اللاحقة للwhile والas هي بالمستمر في حالة الwhile والas قبلها past simple وبعدها continuous في حالة when والand قبلها past continuous وبعدها past simple هاي القاعدة ضرورية جدا لازم تنحفظ نروح نروح للتمرين page 5 صفحة 5 من activity book exercise B put one verb in the past continuous and one in the past simple وهذا عادة ما يكون هو المطلب بالوزاري فلازم أنت تحفظ القاعدة ملاحظة هامة جدا كل جملة من هذا التمرين جاية وزاري كل واحدة من آدها فعدنا الجملة الأولى هو حالها I was thinking about you and هاي أداة الربط then you rang me was thinking اللي هو ال past continuous في هذا المستمر أما بعد أداة الربط and تأخذ فعل بسيط rang ring صارت rang number 2 while بينما علي بنقو سينة نهاب الشور somebody شخص ما knock knock بمعنى دقة at the front door الحل يكون while علي was having a shower وعدنا الفارزة somebody knocked بالإيدي the front door number 3 I clean my room and find find بمعنى يجد 30 pounds under my bed I was cleaning بالمستمر my room and I found طولة ال find إلى found 30 pounds under my bed number 4 luckily لحسن الحض شريفة not to drive لازم هنا احنا في حالة المنفي very fast سريعا جدا when هذه عداة الربط the child طفل run ركضة into the road يكون الحال luckily شريفة was into driving هذا النط اللي هو النفي was into driving very fast when the child ran into the road number 5 a thief between brackets بين الأقواس take our clothes while we swim صير a thief took الماضي لت take our clothes while بينما we were swimming number 6 she tell us tell بمعنى يقول to be quiet أن نكون هادئين as ها يدعى الربط we between brackets هادي كلمة make فعل make too much noise too much noise الكثير من الضوضاء كون الحال she told us tell تحولت إلى told بها البسيط be quiet as we were making were making too much noise number 7 my sister بين قوسين لدنا hide بمعنى يخفي my purse purse بمعنى حقيبة نسائية ذا كان جزدان صغير أو الحقيبة العادية under the bed تحت السرير while I وبينقوسين لدنا not look my sister had الهيد صارت hid مثل bite bit my my sister had my purse under the bed while I was not looking number 8 as as carry يحمل the shopping from the car my grandmother slip and break her ankle كيمة uncle أخذناها في الدرس السابق كون الحل as she was carrying the shopping from the car فارز ملاحظة أخيرة عن هذا التمرين كل فعل من الأفعال الموجودة في هذا التمرين ممكن يجيك بهذا الشكل التصريف إلى في حالة إذا كان بسيط أو كان في حالة المستمر وممكن بأنه يجي في سؤال الإملاء يعني مثلا take شو صير في حالة الماضي hide مفروض يصير head clean نانا بالمستمرارية was cleaning أو were cleaning ولكن في حالة الماضي يأخذ ed cleaned إذن تصريف العفعال في هذا الدرس مهم ننتقل للتمرين اللي بعده exercise c في صفحة 6 complete the sentences with your own ideas own ideas أفكارك الخاصة يعني أنت هنا مخير في الإجابة بالفكرة الخاصة وليس بالقاعدة put the verbs ضع العفعال in the past simple في الماضي البسيط هذا اللي قيت لك عليه بأنه ممكن بأنه يطلب من عندك تصريف الفعل I was running I was running and somebody hit me فعل hit من الفعل الشرد hit 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 مثل cut 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 put 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 number two number two I wasn't looking where I was going and a child run into the road number three I was getting ready كنت استعد for school when my young brother fell off the stairs fell off سقط the stairs استلالم يعني الدرج وهكذا المهم بأنه إحنا لازم نعرف القاعدة اللي ذكرتها بالسابق نأخذ نماذج وزارية 2016 luckily شريفة didn't drive هذه موجودة كانت في التمرين السابق جاية بهالشكل هذا luckily شريفة didn't drive very fast the child run into the road كاتب لك بالأخير join الربط use when استخدام الwhen الwhen من تكون أداة ربط بين جملتين لازم على حسب القاعدة المذكورة سابقا فيكون الحال luckily شريفة wasn't driving very fast when هذه أداة الربط اللي استخدمناها the child run into the road لاحظ بأنه هنا ما تغير الفعل ماضي بسيط ماضي بسيط ولكن لدينا تغيير في هذا المقطع مثال الثاني 2017 تمهيدي أثيف لص took our clothes while we بنقوسين swim همينا مرت علينا في التمرين السابق correct the verb صحح الفعل إذا كان correct the verb أو join use كذا أي صيغة من صيغة السؤال تتعلق بهذا الموضوع وخصوصا بوجود أدوات الربط بعد هنا أثيف أثيف بقد took our clothes while لازم هنا نصير في حالة المستمر while we were swimming كلمة swim أو الفعل swim من يكون بال-ing لازم هذا يصير double بالإضافة إلى التذكير أحنا نتكلم عن الماضي المستمر الماضي المستمر he she it تأخذ was زائدا فعل ب-ing you they we تأخذ where زائدا فعل ب-ing نأخذ نموذج عن تصريف الأفعال 2018 دور تمهيدي C صار saw بالماضي البسيط C saw fall لازم شصير صير fell okay my dears we reached the end of this lecture I was your English teacher Samara Mohamed thank you for your watching bye bye